حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام أصدقاء المستمعين تحية طيبة عماد الدين رائف يصحبكم في حلقة جديدة من حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام نخصص حلقتنا اليوم للأزمة المستجدة على صعيد توتير العلاقات العرقية بين الأقليات في جمهورية جورجيا القوقازية لكن قبل ذلك نتوقف مع الفقرة السياسية التي ساهم في إعدادها الزميل فؤاد خشيش أكدت روسيا أنها ستواصل العمل من أجل عقد مؤتمر دولي خاص لتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من السلاح النووي وقال ذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف على موقع الوزارة الإلكتروني لافتا إلى أن روسيا عازمة كذلك على مغاصلة العمل لتحقيق المبادرات الأخرى الرامية إلى إعلان آسيا الوسطى منطقة خالية من السلاح النووي والمساهمة كذلك في ضمان الأمن في منطقة الخليج العربي ودعا لفروف إيران مجددا إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف التأكيد على الطابع السلمي لبرنامجها النووي ورفض بشكل قاطع محاولات الانتقال إلى المجابهة مع إيران وفرض مزيد من العقوبات والتهديد باستخدام القوة ضدها وأعرب لفروف كذلك عن استعداد بلاده لإقامة علاقات بناءة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومعالجة الخلافات والمشاكل القائمة على أساس الاحترام المتبادل واعتبر لفروف أن معاهدة الحد من الأسلحة النووية التي وقعها البلدان العام الماضي معيار ذهبي لمواصلات العمل بين موسكو وواشنطن ولاحظ وزير الخارجية الروسي أن حلف شمال الأطلسي لا يزال غير مستعد للتعاون مع روسيا في مجال الدفاع الصاروقي وقال أن روسيا مهتمة بالعمل مع حلف الناتو الذي يتولى عمليا حفظ الأمن على الجانب الآخر من الحدود مع روسيا من جهة أخرى دعت موسكو دمشق إلى عدم تخفيض مستوى التعاون مع بعثة الجامعة العربية طالبة منها ومن المراقبين النزاهة جاء ذلك في بيان الخارجية الروسية وأشار البيان إلى أن موسكو ترحب ببداية عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا التي تقوم بزيارات ميدانية لمختلف المناطق السورية وجاء في البيان كذلك أن روسيا تعول على مهنية ونزاهة أعضاء بعثة المراقبين العرب وأن مهمتهم تهدف إلى منع العنف وفتح الطريق لتحقيق مبادرات الجامعة العربية الرامية إلى تسوية الأزمة سلميا من خلال حوار وطني من دون أي تدخل خارجي موسيقى أكبر اشتركوا في القناة موسيقى 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 نصل إلى موضوع حلقتنا اليوم ونستضيف الوزير السابق المهندس طلال الساحلي لنطل على الأزمة المستجدة في جورجيا وتأجيج صراع الاثنيات فيها وذلك لتوتير منطقة القوقاز خدمة للسياسات الامريكية والصهيونية العالمية فبعد ثلاثة عوام على غزو نظام ساكاشفيلي لاوسيتي الجنوبية والتنكيل بشعبها يبدو ان النظامه ماض في سلسلة من الاستفزازات العرقية التي من شأنها ان تحقق الاجندة الامريكية في المنطقة وللاضاءة على ذلك اترككم مع الزميلة كارولين بزي اثرت العلاقات الطويلة بالعالم الاسلامي عبر ايران والسلطنة العثمانية على مسلمي جورجيا وهي احدى جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق فيما بينها من جهة وكذلك على الانتماءات والتوجهات المرحلية لتلك الاثنيات من جهة اخرى وقد تموضع المسلمون في تلك البلاد تاريخيا في عدد من المناطق ليرسوا تجمعهم حاليا في مقاطعات كافيمو كارتلي وكخيتي وادغاريا وفقا لاحصان اجريا في العام 2002 حيث يعيش اكثر من 400 الف مسلم في تلك المقاطعات اي نحو 10% من مجمل سكان جورجيا ومع ذلك يرى عدد من الباحثين وممثلين الاقليات الاسلامية ان عدد المسلمين في البلاد اكبر بكثير حيث يشيرون الى انه يصل الى نحو 800 الف نسمة اما التركيب العرقية لتلك الجماعات الدينية ويشكل الاذاريون نحو 300 الف من السكان ويتبع مسلمون مقاطعتي ادغاريا وكخيتي بغالبيتهم العظمى مذهب السنة والجماعة وفق المذهب الفقهي الحنفي في حين ان الاذاربيجانيين في مقاطعة كافيمو كارتلي ينقصمون بين المذهب الحنفي والمذهب الشيعي الامامي الاثني عشري وبعد حصول جورجيا على استقلالها في العام 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتي ووصول عدد من القادة القوميين الجورجيين الى السلطة وعلى رأسهم زافياد غمسة خورديا عمل على الحط من قدر الاقليات العرقية الى حد كبير وفي طليعتها الاقلية الاذاربيجانية ففي العهد السوفيتي شكل الاذاربيجانيون نسبة خمسين بالمئة من سكان بولينيسي ودمانيسي وفي ظل حكم غمسة خورديا القومي طردوا قصرا من منازلهم وبينهم نحو ثمانمائة عائلة من بولينيسي دفع واحدة واواخر ثمانينات القرن الماضي اقصي معظم الاذاربيجانيين الذين كانوا يحتلون مناصب رفيعة ووظائف حكومية في السلطة المحلية عن مناصبهم في مقاطعة كافيمو كارتلي وفي العام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين نشأت صراعات جورجية اذرية ارتبطت بمطالبة الاذاريين بانشاء جمهورية حكم ذاتي في بورتشالي تتخذه من روستا في عاصمة لها وذلك ما رفضه وقاومه بشدة القوميون الجورجيون اما في اوائل التسعينات فقد نزح الاذاريون خوفا على ارواحهم من السياسات القومية المتشددة لزافياد غامسة خورديا بينما كان يطم بشكل منظم تغيير اسماء القرى والانهر والجبال من الاذارية الى اللغة الجورجية بالاضافة الى ذلك تقوم جورجيا باقفال المدارس الاذاربيجانية ووفق احصائية غير رسمية هناك نحو 120 مدرسة اذرية ووفقا للتشريعات الجورجية يمنع التعليم على اراضي البلاد بغير اللغة الجورجية اما في جميع المدارس الاخرى حيث يتم التعليم بغير اللغة الجورجية فتصنف تلك المدارس على انها مؤقتة وقد بدأت السلطات الجورجية مؤخرا بتنفيذ ذلك التشريع واقفلت عشر مدارس الذاربيجانية نتيجة ذلك التطبيق حتى اليوم ذلك بالاضافة الى محاولات جدة لبث الشقاق بين المسلمين انفسهم في البلاد حيث يقوم النظام الجورجي بالحاق المسلمين الشيعة بمرجعيات سنية وللاضاءة على ذلك يصدف حديث روسيا الوزير السابق طلال الساحلي المطلع على الشأن الروسي ودول الاتحاد السوفيتي السابق معاني الوزير يشكل المسلمون نحو عشر بالمئة من مجمل سكان جورجيا وفي المقابل يرى ممثلوهم ان عدد المسلمين في البلاد اكبر بكثير ومن الملاحظ وفق الخبراء والمتابعين وجود تمييز كبير بحق المسلمين فما الهدف من وراء ذلك برأيكم الحقيقة خلال ننظر للامر من خلال رؤية استراتيجية للوضع في منطقة آسيا أو أوراسيا ما تسمى أوراسيا اللي بتضم الاتحاد السوفيتي السابق وجزء كبير من الشرق الأوسط وصولا إلى الهند والصين بعد انهيار الذي حصل بالدولة السوفيتية وتفتت هذه الدولة إلى دولات تحيط بجمهورية روسيا الاتحادية أصبح الهم الأساسي للإدارة الأمريكية بالأخص الغرب بشكل عام والإدارة الأمريكية بشكل خاص إحاطة روسيا بمجموعة من الدول التي ترتبط بالغرب وبأمريكا بشكل خاص بعلاقات متميزة لتشديد الحصار على روسيا الاتحادية حتى لا تتمكن مرة أخرى من النهود اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وعسكريا ليكون لها موقع يليق بها كما كانت تاريخيا منذ زمن الاتحاد السوفيتي على الصعيد العالم وهذا تجلى في كثير من المناطق والكل يذكر السورة البرتقالية في ما يسمي بسورة البرتقالية في أوكرانيا وكيف كان الإعلام الغربي يروج لها وغني عن القول كل الدعم الذي طلقته في هذا المجال إضافة إلى ذلك هناك المنطقة الأخرى المحادية وهي في جنوب روسيا وفي منطقة القوقاز تحديدا وهي جورجيا وهذه منطقة استراتيجية لأنها تطل من ناحية على الاتحاد الروسي ومن ناحية أخرى على تركيا ولها يعني من خلال تركيبتها ومن خلال جغرافيتها تأثير كبير في المنطقة لذا حاول بشكل عام الغرب والأمريكيون بشكل خاص الاستحواز على نظام يكون فحال من خلال السياسات التي هم يضعوها لهذه المنطقة وهي ضمن السياسات تطويق روسيا الاتحادية تسعى إدارة الرئيس الجورجي ميخايل ساكاشفيلي إلى إثارة النزاعات بين المسلمين السنة والشيعة في جورجيا وذلك عبر إغلاق المدارس الآذرية في البلاد وإلحاق المسلمين الشيعة بمرجعيات سنية وقد لحظ مدير برنامج التنمية في معهد القوقاز للديمقراطية ذلك فكيف يستفيد النظام الجورجي من خلق نزاع داخل الأقليات المسلمة بين بعضها البعض الخطر الخطر الذي يمكن أن يشكل دخول هكذا سياسات أمريكية إسرائيلية إلى المنطقة وبخاصة إلى جورجيا هو ليس فقط في تفتيت جورجيا إنما أن تكون هذه البلاد خط صدام أول وخط انتقال أول إلى الداخل الروسي لأن مجموعة القوميات الموجودة في القوقاز هي كبيرة ومنها المسلم ومنها المسيحي وغيره وعليه فإن عملية التفتيت وخلق التناقضات ما بين المكونات في جورجيا قد تمتد إلى مناطق أخرى في القوقاز وهذا يعني دفع القوقاز يعني الحدود الجنوبية لروسيا إلى حالة من الفوضى والاضطرابات وهذا ما يجعل روسيا تكون متلهية في الأوضاع التي تحيط بها وتنأى بذلك عن دورها الحقيقي في إدارة السياسة العالمية لأن لروسيا والصين والبرازيل ودول أخرى والهند دور كبير في إعادة يعني يعني الاعتبار إلى نظام عالمي جديد لا يقوم على الوحدانية الأمريكية المؤيدة من الغرب إنما يقوم على مشاركة حقيقية بين كل الدول الفاعلة وبهذا يمكن حفظ مصلحة الجميع ضمن إطار هكذا عالم جديد لكنهم يريدون إدخال روسيا في معادلة صراعات محلية من خلال التفتيت الممكن في القوقاز أو من خلال البوابة الجورجية وغيرها من البوابات المحتملة وذلك لعزل روسيا عن أن تلعب دورا هي مؤهلة على الصعيد ليس فقط الإقليمي في تلك المنطقة والمنطقة القريبة في الشرق الأوسط وأوروبا إنما على الصعيد العالمي معالي الوزير كيف ترون مستقبل القوقاز في ظل استمرار الدعم الجورجي للتطرف الإسلامي في المنطقة من جهة ومحاولته الدؤوب الالتصاق بالسياسات الغربية المناوئة لروسيا الاتحادية خصوصا بعد الحرب الأخيرة في أوسيتيا الجنوبية ومجرته من ويلات على شعبها المسالم الذي نكل به سكاشفيلي معروف أنه إسرائيل هي الحليف الأول في العالم لأمريكا وفي المكان الذي لا يمكن لأمريكا أن تكون فيه يمكن أن ترسل إسرائيل وفي المكان الذي يمكن أن تكون أمريكا وإسرائيل سوية يكونون يتعاونون على أعمالهم ومخططاتهم التي يعني يقومون بها في شتى أنحاء العالم وفي تلك المنطقة التي نتكلم عنها بالذات هناك كذلك عملية إحاقة بمنظومات الرادار ومنظومات الإنذار المبكر وهذه الحقيقة يقولونهم أنها ضد إيران ولكن هي في الحقيقة وأعتقد أن المسؤولين الروس يعرفون جيدا أن هذا الأمر ضد روسيا قبل أن يكون ضد إيران لأن لا يمكن المقارنة بين القوة الصاروخية الإيرانية وقدراتها وما بين القوة الصاروخية الروسية وقدراتها فهم يحاولون أن يخفوا نياتهم الحقيقية من خلال القول أن هذه إيران تهدد المنطقة تهدد أوروبا تهدد غيره فبهذا الأمر هم يضربون عصفرين بحجر واحد يحاولون أن يضغطوا على المنظومة الدفاعية والهجومية الروسية بعملية وضع هذا الحزام من المحطات الإنزار المبكر وفي نفس الوقت حصار إيران وتجديد الأقوبات عليها هذا الأمر لا يمكن أن يستوي لأن أعتقد أن كان النظام في روسيا والسلطة في روسيا تعي تماما أهداف هذه التحركات وهذه الأعمال التي تقوم بها الإدارة الأمريكية فهم يستعينون بالإسرائيليين كما تم ذلك في جورجيا وقد يستعينون بهم في مناطق مختلفة من القوقاز وغيره وقد يكون حتى لتركيا في يوم ما دورا في هذا الأمر المسألة معقدة ولكن أنا أعتقد أن الاتحاد الروسي هو على بين مما يحصل وطبعا أنا أعتقد أنهم حذرون ويأخذون بعين الاعتبار المترتبات التي يجب أن يأخذوها خفاظا على أمنهم القومي وعلى دورهم العالمي وفي إطار يرون فيه أن لهم إمكانية أن يكون لهم ليس فقط موقف من قضية صغيرة معينة في مكان ما إنما أن يكون لهم دور في وضع سياسة عالمية جديدة تكون العدالة الإنسانية هي أساس انطلاقها وليس عمليات الاستئصار والهيمنة كما يفهم من خلال الوحدانية الأمريكية حتى الآن ترجمة نانسي قنقر موسيقى أيها ترجمة نانسي قنقر في performance النظرني دورهم في النظر التي يرجى موسيقى Ты мой пятый океан, чудо-человек Пусть небесный наш роман длится целый век Пусть нас минут злой и обман Ты нежданный дед и ураган Стюардесса по имени Жанна Обожаема ты желана Ангел мой неземной, ты повсюду со мной Стюардесса по имени Жанна Ангел мой неземной, ты повсюду со мной Стюардесса по имени Жанна Баба, 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 баба اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة